التوقيع على مهضر التسليم والتسلم استهلت مناسبة التنصيب الرسمي لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للشاهنة الجديدة محمود علي سائدة الذي يعين بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ الثاني عشر من أكتوبر الجاري وذلك خلفا لرئيس مجلس الإدارة السابق محمد إغري الذي قدم هصيلة شاملة لفترة عمله التي استمرت لمدة عام من جهته رئيس مجلس الإدارة الجديدة محمود علي سعيد شكر سلطات الأولية في البلاد معكدا مواصلة العمل وفق الأهداف التي ودأتها الهقومة لتعزيز قطاء النقل لا سيما نقل البداية عبر الموانئ البحرية للدول الصديقة ودول الجوار وزيرة النقل والسلام المرورية فاتمة جوكوني ودي أكدت في حديثها بأن المجلس الوطني للشاهن يعمل في تسهيل عملية النقل والتبادل التجاري والاستيراد والتصدير وفق الأزلة وكذا المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني الأمين العام النائب برئاسة الجمهورية محمد برغو حسن في كلمته التنصيبية طلب من المجلس الوطني للشاهن تنصيق العمل مع المؤسسات التي تعمل في مجال النقل والأبور والتخلص الجمركي من عجل هجد الموارد المالية اللازمة وكذا إنشاء الشراكات مع مؤسسات النقل البحري بمناطق شرق وغرب ووسط وشمال إفريقيا من عجل تحقيق الغايات المنشودة ترجمة نانسي قنقر